الكلمة للنائبة المحترمة التي تعاملتم بها مع توقف الدراسة لثلاثة أشهر في سابقة خطيرة ومع الإضرابات والإحتجاجات دي الأستيدة ومعهم الآباء على إطر النظام الأساسي المجحف فند كل تعهداتكم وزعزع التقة في المؤسسات بل وفي حكومتكم أسأتم كثيرا للتعليم بإبطال مقتضيات القانون الإطار الذي أوصى جلالة الملك بإخراجه كقانون ملزم للجميع فما هي إجراءتكم لتنزيل نصوصه التطبيقية وإعمال مقتضياته وأين نحن من تعهداتكم 7500 درهم كأدنى أجرى صافيا لرجال التعليم وأين نحن من تصنيفنا دمنا 60 دولة الأولى عالميا وما هي محاور سياستكم في قطاع التعليم وشكرا بسم الله أحمد رحيم السيد الرئيس محترم السيد الرئيس الحكومة المحترم السيدات السادة المزراء المحترمون السيدات السادة النواب المحترمون السلام عليكم ورحمة الله يشرفني أن أتناول كلمة باسم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية لمناقشة موضوع التعليم الذي يأتي في المرتبة الثانية بعد الوحدة الترابية ولما له من دور في بناء الفرد والمجتمع ونشر القيم الإنسانية والمساهبات في تنمية البلاد وخاصة المعلم الذي صدق فيه الشاعر حين قال قم للمعلم ووفه التبجيلة مش التنكيلة مش التوقيفة قم للمعلم ووفه التبجيلة كذا المعلم أن يكون رسولا سيد رئيس الحكومة جلالة الملكة كان واضحا حينما قال كفا من الإصلاح وإصلاح الإصلاح لكن نسجل أن الحكومة ديالكم أصبحت فاقدة للبوصلة والعنوى البارز لها في تدبير هذا الملف للأسف الشديد والارتباك لأنكم قطعتم مع المرجعيات القانونية المؤطرة لمنظومة التربية والتكوين كان سألكم فين هي الاستراتيجية منظومة التربية والتكوين 2015-2030 أين هو القانون الإطار 51-17 الذي تتعاملون معه بانتقائيا رغم أن جلالة الملك جعله ملزمة للحكومة المتعاقبة للأسف في البرنامج الحكومي ديالكم في تعهد ديالكم سيد الرئيس الحكومة لتزمته في التزام ثمانية بأن تجعلوا تصنيف المغرب في التعليم ضمن 60 دولة لولا لحد الآن سنتين ونصف ما شفنا نستين والأسبعين بين منا نحن نكون في آخر المصاف تعهدتم كذلك السيد الرئيس الحكومة بأن في الحملات الانتخابية ديالكم ورفعتوا وينيس الساقف ودرتوا الوعود الحالي و2500 درهم والحد لأدنام الأجور و2700 درهم للأساتذة المبتدئين لا شيء لحد الآن 30 اجتماع سنتين من الاشتغال مع النقابات وتبخر كل شيء والأزمة باقى مستمرة الحراكة التي شهدناها اليوم كانت تحمل المسؤولية دياله السيد الرئيس الحكومة والحكومة بأكملها اليوم أنتم السبب نتيجة خلق انتظارات وهمية انقلبتم عليها بنظام المآسي الذي كان عنوانه التبخيس والتدليس للأسف علقتم فشل منظومة ذي التربية والتكوين على الأستاذ صحيح الأستاذ والحلقة المحوارية في العملية التعليمية التعلمية إلى جانب التلميذ ولكن أن تعلقوا الفشل عليك نقطة المقتل التي مهدت لمسلسل من الأعطاب المتتالية في المقابل لم تجيبوا على أسئلة المناهج البرامج الوفق التربوي والبضغوجي عدد من الأسئلة ذي الحكامة التربوية والمالية والتدبيرية المقاربة الأمنية لجأتم إليها سيد رئيس الحكومة وتبدو سهلة ولكن خلوني نقولكم صعيبة وصعيبة بزاف لأن منطق الغلبة والاستقوى جركم للمواجهة مع رجال ونساء التعليم التعليم الذي هو وظيفة نضالية أهم الشرط بشي نجح التعليم هو الكرامة هو التقدير والتحفيز والثقة وليس العقوبات والاقتطاعات والتوقفات 545 أستاذ موقف لأخراس الأصوات الحرة والمجالي استعديبية بشي عودوا لهم التلابي هذا قصف وخصف ونسف قصف للشغيلة التعليمية ونسف وخصف بالمنظومة التربوية ونسف لكل جهود لإعادة الاعتبار للمدرسة الوطنية طيب قلت بالفق بسمية الدرهم ومن عندكم القدرة بالشعب والفق بسمية الدرهم لماذا بدرتوها من الأول ولماذا ما تجيبون الناج واحد القانون دي المالي ومديرو له التعديل وبالمرة وفيوا بالوعد ديالكم مع أطر الأكاديميات وديروا واحد المناصب مالية ومركزة وحلوا هذا الإشكال هذا للأسف دائما في سؤال مقاربات تتحدثون اليوم عن الدعم المدرسي لتعويض تلاميذ من هذا الهضر المدرسي وهذا إجراء عنده كلفة مالية وعنده كلفة علمية ولكن خليونا نقول لكم رات دار البرنامج الاستعجالي اللي كان حزب ديالكم ليوم في الحكومة كيدبرو واللي خلى فيه أعطى بقاتلة تستوجب المحاسبة وتستوجب يعني الفتح التحقيق لذلك الكلفة المالية ديالي الدعم المدرسي قلت مئتين درهم للساعة بنسبة للأستاذ وكين الكلفة العلمية اللي كان حضركم استيد رئيس الحكومة أنكم كتحملوا كامل مسؤولية على الرداءة ديالشواهد العلمية اللي خديت جيف الفين وعشرين وفين وخمس عشرين ولا خديت تبقى وصمة عار في جبيني هاد الحكومة قلتوا بإنكم هاد استدبير لاستدراك الزمن المدرسي وخحيتوا الدرس ديال القضية الفلسطينية واش بغيتوا تقطعوا العلاقة مع فلسطين بغيتوا تمسحوا التاريخ ديال المغرب الذي يدعموا القضية الفلسطينية بغيتوا تقطعوا الأوصال ديال ولاد المغربة مع القضايا ديال الأمة طيب هاد الإشكالات اللي عشتوها اليوم البرلمان قدما مبادرة ديال الوساطة ولكن رفضتوا لإنكم تتعنتون خليوني نقولكم سيد رئيس الحكومة حكومة فلسكم خستتبكي على تلتشهر وتقدم الاستقالة ديالها وتقدم الاعتدار للمغاربة وتقدم الاعتدار للشغيلة التعليمية وأختموا بهذا وشكرا شكرا سيد النائبة المحترمة شكرا